يا صباح الفل طبعا انا مش عايز اقول صباح الخير لان المنظر اللي انتو شايفينه ده ماينفعش نقول فيه صباح الخير ابدا كمية الدهون والشكل اللي انتو شايفينه شكل يعني يتعب الاعصاب فماينفعش نقول صباح الخير فهقول لكم ازايكم عاملين ايه يا رب بتكونوا بافضل حال طبعا النهاردة شايفين انتو الكرسى اللي احنا هنشتغل عليها كمية الدهون والشكل اللي انتو شايفينه بصوا كمية الدهون فضيعة بصراحة فهنعمل مع بعض البتجاز بطريقة بقى سهلة جدا 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 فوق ما تتخيلي من غير بقى غسيل ومن غير دعك من غير ما تتعب نفسك خالص هو مكون واحد هنضيفه هينسف لنا كل الدهون دي في خلال ربع ساعة بكتير من غير ما ندعك بصوا كمية الدهون حاجة يعني تصير الاعصاب طبعا يعني اكيد اغلبية متابعيني ستات فاكيد انتو شايفين المنظر ده وبتقولوا في سروقوا ان لله وان اليه راجعون فهنعمل مع بعض بقى البتجاز اول حاجة هنشت بقى الحاجات اللي عليها دي كلها وهنجيب مية سخنة انا عندي هنا جبت مية سخنة هنحطها على البتجاز لان مش محتاج يعني هو الدهون اللي فيه بسيطة تتشال بالمية السخنة من غير اي منظف من غير اي حاجة لو انت عندي كمية الدهون جامدة جدا ومش عارفة تطلعيها لان انتو صعب تستعمل سلك خشن على السلس ده هيجرحه ويبوازه دي فيه مثلا اي نوع منظف انت عايزيه فانا عندي هنا فرشة زي اللي انتو شايفينها دي تشيل الدهون اللي على البتجاز ما عندي كيش الفرشة دي استعملي اي سبونشة تكون خشنة شوية شلت بقى كل كمية الدهون دي من كل النواحي عملت بيها الفرشة بتنفع ان هي بتوصل للاماكن اللي مش هتعرفي توصل لها بايديك او بالسبونشة فعملت بيها كل الجوانب كده كل الحدت اللي مش هعرفي وصل لها بالطريقة دي بعد كده هجيب فو تنظيفة هنشف بيها كل المية دي زي ما انتو شايفين كده تكون بتشرب المية عشان تسهل علي التنظيف هشيل بقى كل المية دي عشان ايه نستعد للخطوة اللي بعد كده الاستلس يا جماعة وانتو بتنظفوه بالراحة ماينفعش بسلك خالص خشن هيجرحه ويبوزه ويخلي شكل وحش ماينفعش تحط عليه اي نوع منظفات فيه مواد كيموية هيبوزه ويخليه يبقى لونه اسود انا عندي هنا بقى الجزئية دي هي اكتر اكتر عينين انا اكتر عيون انا بستخدمها هي الجزئية دي فكان عليها كمية دهون فهجيب بقى اي نوع منظف عندي منظف سائل بتاع الاطباق عادي هحطه واجيب سبونش هتكون خشنة شوية بس ما تجرح ليش البتوجاز يعني وهستعملها هطي هلاقيها بتنظف معي بكل سهولة عشان المية السخنة اللي انا حطيتها في الاول هنظف بقى كل البتوجاز بالطريقة دي بص مش مستحمل معي عشان انا حطيت مية سخنة دوبت كل الدهون اللي عليها هعمل بقى كل النواحي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين ده كان اسهل جزء بصراحة انضيف البتوجاز ذات نفسه لكن الحوامل هي اللي صعبة جدا بكمية الدهون اللي عليها صعبة واللي شوفها يقول مثلا انه عمره ما هيندف وعمره ما هيرجع زي الاول انا عندي بقى هنا هجيب حطة نظيفة فوتا نظيفة وشيل بيها الصابون اللي انا حطاه كده وكل مرة بشطفها بماية نظيفة وارجع اناشف بها تاني كل ما تعملي جزء تروحي مناشفها بماية نظيفة وترجعي تعملي الجزء اللي بعدين عشان ما تلاقيش البتوجاز مجاير معاك كده تمام شايفين شكله بقى عامل ازاي بس كده شكله ندف جدا وطبعا هو كان بيلمع ونضيف بس هو للأسف في الكاميرا مش باين هنيجي بقى للحوامل انا عندي هنا طبق فيه مياه سخنة جدا 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 ماشي ايه بقى المكون اللي احنا هنضيفه فيه منظف موجود في الصبانات اسمه بطاس بطاس كنا بنجيبه زمان اهلينة يعني كانوا بيجيبوه للغسيل الابيض هو ده هتلاقيه عامل شبه جوز الهند اللي هو العريض شوية ابيض كده وشفاف وناشف ده اسمه بطاس هحط فيه الحوامل وحطه في مياه سخنة بصوا شايفين شكل الدهون عامل ازاي حاجة كاختراع يا جماعة والله انا انا اول معرفة الاختراع ده اه يعني اتصدامت من النتيجة بصوا شكل الدهون عامل ازاي بصوا بيعمل الدهون ازاي بيدوب الدهون خالص شايفين شكل المياه عامل ازاي كمان كل اللي انا هعمله بقى انا مش هدعك ولا هعمل اي حاجة انا عندي هنا بصوا الدهون شايفين شكلها شايفين الحامل شكله عامل ازاي هتتفاجئوا من النتيجة هتتفاجئوا من الشكل اللي هيبان قدامكو دلوقتي والله العظيم هتصدمه انا نفسي صدمت اول مرة لما استعملت الخطوة دي اول مرة استعملتها صدمت من الطريقة الاول كنت بتعب جدا في تنظيف البتجاز عندي بقى هنا فرشة انسب حاجة تعملي بيها فرشة الفرشة دي نظيفة جديدة انا ما بستعملهاش غير في البتجاز بس هابلي بقى الفرشة من المياه واعمل بصوا شايفين عامل ازاي شبصوا بيعمل ازاي سحر يا جماعة والله العظيم اقسم بالله سحر ولا بتدعاكي بقى ولا بتتعابي ولا اي حاجة هي دوبك بتمشي ايديك كده بالمياه على الحامل مش بتعملي اكتر من كده زي ما انتوا شايفين في الصورة بص هوريكو جزء اعمل ازاي بصوا شكله عامل ازاي عن قريب شايفين شكله عامل ازاي شايفين الدهون وشايفين هو ده عامل ازاي شايفين الدهون عامل ازاي حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى السرعة والتنظيف هكمل بقى بقية الحوامل عاملها كلها هعمل معاكو جزء عشان اوريكو الفرق بين الجزء المعمول والجزء المش معمول هعمل جزء كده معيكو شايفين بيطلع ازاي جماعة بكل سهولة بالفرشة بصين يعني ولا تعب ولا مجهود بس الفكرة ان انت بتسيبيه حوالي نص ساعة او ساعة في المية السخنة دي شايفين شكله بقى عامل ازاي كأنه جديد اقسم بالله كأنه لسه جاي جديد شايفينه ومبلول كمان لما ينشف بقى انت متخيلة شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما ينشف شايفين الدهون الناحية التانية شايفين شكلها عامل ازاي شايفين الفرق بين هنا وبين هنا انا كده خلصت ده البتجاز بتاعي بعد ما خلص حاجة كده في منتهى الراحة النفسية انا كده ارتحت نفسيا بصراحة شايفين شكله عامل ازاي شايفين الحوامل عامل ازاي اتمنى الطريقة تكون كانت سهلة وان انتو تجربوها وفعلا هتستفيدوا جدا وياريت تعملوا اشتراك ولايك للقناة عندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته